السلام عليكم ومرحبا بكم في نوفال فيديو اليوم ما جيتكم لبوصفة لفتدبيرة ولا بهانسة اليوم جيتكم بواحدة من فيديوهاتنا الانسانية لما الفين نحطوهم اليوم الموضوع يخص اختنا اليوتيوبرز شوشيتا شوشيتا اوفيسيال هاكم رايحين تلقاوا القناة ديالها في الصورة اللي راني حاطتها اختنا راهي محتاجة لدعوات ديالنا اختنا راهي مختربة في بلادها هي تاني حالتها كما حالتين زوجة بعيدة على دارهم راهي حامل في الحملة ديالها الاول كانت حاطت البارح فيديو قالت فيه بالتحاليل اللي اجراتهم ما خرجوش النتائج انتحهم ملاح وقالت باللي طلبوا منها تعاودهم وراح تعاودهم والله اعلم وشو ما حين يخرجوا طلبت منها ندعيو لها بما انه انا متتبعة عندها في الانستاغرام تاني كانت حطت قلت باللي للاسف النتائج اللي عودتهم للمرة تانية ما خرجوش النتائج يعني النتائج الفحوصات ما خرجوش ملاح على هادي انا قررت ندير هاد الفيديو لانه صدقوني هاد الامارات الانسانية شتو كنديروهم نحسوا بوحد الراحة النفسية غير بيسبحانو اللي عالم بيها لانه ما نخسر والوكي ندعيو البعضانا بالخير انا خياتي راني نمر بنفس تجربتها وراني حسى بيها الفرق الوحيد بيناتنا انه هي اول تجربة حمل على بلكم الحمل الاول هكا يكون عنده طعم خاص مشي ما عندها ولادنا الاخرين ما نحبوهم شو لا 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 انا ما قلتش هكدا قلت فقط انه الحمل الاول يعني هدك الشغف الاول هديك الثمرة الاولى يكون عندها طعم خاص فما بالك يتمر هكدا بظروف صعبة في الثمرة زواجك الاولى هدي هي يعني اللي قصدتها وتكون تانيك بعيدة على داركم ومكاين حتى واحد معك شغطوك يتكون هكدا في حالة صحية يعني يكون وضع بتاعك شوية مستعصي ما تقدرش تنوض ما تقدرش تخدم آلاز على هدينا نحس به هاد الناس مشي ما عندها ايضا انه المرضى الاخرين ما نحسوش بيهم لا لا ربيش في كل مريض وكل مريضة ويخفف على كل مريض الالام دياله وربي ان شاء الله يلاقينا غير في ساعة الخير ولكن انا نحب هاد النوع من الالتفاتات لانه نحس كشغل هاد النوع من الفيديوهات رح يمدوا دعم لهادك الانسان اللي راهم مريض واللي راهم ديزيس بيري واللي راهم يستنى كي ما نقولو في دعوة خير في الغيب هاد ما كان هادو هادا هو الامر اللي انا نتمنى من هاد الفيديو اللي نديرهم لا اكتر ولا اقل دونك نتمنى ندعيو لاختنا شوشيتا وندعيو لجميع مرضانا انا راح نحط لكم يعني دعاء تاع شفاء المريض وندعيو من ربي سبحانه يشفي خوتنا شوشيتا ويكمل لها الحملة ديالها بخير ويشفي جميع مرضانا واللي راهو يعني متمنى حاجة ان شاء الله هربي سبحانه يحقق هالو ونقولكم ادعيو لاختكم ودعيو لأي مريض عندكم في عائلتكم واللي قدامها مريض ولا مريضة وتقدر تطيب له يالو كان انسوب يعني بدون لحم طيبها وتمدها له بس كو هاد الدنيا فانية وكي ما كانت تقولنا ماما يا سعدك يا فعل الخير لحقنا هنا للنهاية تعهد لباساج نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام